فقه الثورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة تحدثنا في الحلقة الماضية عن نظام الحكم وعن الفقه السياسي وعن تطبيق الشريعة الإسلامية ونستكمل حوارنا اليوم عن علاقة الدين بالسياسة مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار المفكر الإسلامي المعروف مرحباً بكم فضيلة الدكتور أهلاً وسهلاً ومرحباً فضيلة الدكتور في الجزء الأول من هذه الحلقات تكلمنا عن موضوع نظام الحكم وعن تطبيق الشريعة فالآن نريد أن نتكلم عن علاقة الدين بالسياسة يقولون لا سياسة في الدين ولا سياسة ولا دين في السياسة ما رأيكم بهذا القول؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشكركم على إتاحة الفرصة هذا ليس بصحيح لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين هذا ليس بصحيح أول شيء لا سياسة في الدين الدين فيه السياسة الشرعية يعني أثناء تطبيق الأحكام الشرعية هناك سياسة هناك تقدير للمصالح والمفاسد والمخاطر ونظرة للمآلات لما نتخذ نطبق حكماً ننظر للمآل ننظر لاستطاعة الناس نحاول أن لا نحرج الناس هذا كله موجود فيه وأيضاً لما نقول لا دين في السياسة هذا خطأ السياسة يجب أن يكون لها خلفية دينية أخلاقية بمعنى أنه حاكم يتق الله عز وجل في الناس حريص على مصالح المسلمين أمين نزيه يمارس الشورى لأن الشورى من أسس الحكم في الإسلام يرحم الضعيف ينمي المناطق المختلفة يقف إلى جانب المظلوم هذه كلها مبادئ دينية وكلها مبادئ شرعية صحيح هذه كلها أيضاً مبادئ إنسانية ومبادئ سياسية عالمية لكن أيضاً هي مبادئ دينية يعني نحن ديننا تحدث عن هذه الأشياء قبل 14 قرنة لما كان العالم تائه في كل شيء وضائع في كل شيء فنحن الأساس في هذه المعاني فإطلاق هذه العبارة بهذه الطريقة يعني ليس بصحيح لكن إذا أريد بهذه العبارة أنه لا دين في السياسة بمعنى أنه نحن ما نكره الناس على التدين فهذا صحيح هذا صحيح لأن الناس في الرؤية الإسلامية أحرار في معتقداتهم المسلمون لما فتحوا الأمصار لم يكرهوا الناس على تغيير دياناتهم صحيح هم حكموا تمام ولكن ما قالوا للناس إما أن تغيروا دياناتكم أو نقتلكم مثلا نعم أعطوهم خيار ثلاث وهو دفع الجزية نعم في يعني في خيارات في خيارات فلماذا؟ لأن طبيعة الإيمان ترفض ترفض الإكرام تماما أيضا لا سياسة في الدين بمعنى أنه إنه الإنسان الإنسان المتدين أيضا ما بصير فيه له تميز سياسي بمعنى أنه والله فلان لأنه ابن فلان أو لأنه متدين أو لأنه عالم شرع بيأخذ ميزات في الدولة لا لا يأخذ ميزات في الدولة الميزات في الدولة هي لأهل الكفاءة وأهل الأمانة وأهل النزاءة وهذه ليست ميزات هذه مناصب مناصب يتولونها ممكن الشخص المتدين يكون له نفوذ اجتماعي ميز اجتماعي لكن هذا ليس شأن سياسي هذا شأن اجتماعي وكل واحد يصنع مجاله الاجتماعي في النهاية كما يعني الأحزاب أو الجماعات الإسلامية الآن ألا تميز تقرب من ينتمي إلى فكرها إلى التزامها جماعات الإسلامية هي لا تقوم بدور سياسي يعني ممكن جماعة إسلامية في لها دور تعليمي لها دور دعوة لها دور تربة ولها دور سياسي نحن تكلم عن الذين يمارسون السياسة الآن لما أنت تمارس العمل السياسي فالعمل السياسي مفروض لا يعطي لمتدين ميزة لأنه متدين لكن لما بيستلم منصب فعلينا نحن أن نبحث عن أهل الخير وعن أهل الأمانة وأهل النزاهة وأهل الصلاح نبحث عنهم لكن ما لم يلي منصبا فهذا يعني هو كباقي الناس ما بيصير له نفوذ سياسي فقط لأنه متدين أما بيصير له نفوذ اجتماعي اجتماعي صحيح سيدي لكن موضوع لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة يعني معروف أن السياسة مبنية على الغش والخداع وفن الممكن والمناورات بينما الدين علاقة بين الله وبين عبيده أو بين العبد وبين ربه علاقة بين الناس وبينهم يعني لما بدنا نقول السياسة مبنية هذا القول ليس صحيحا بإطلاقه نحن نعرف أنه في التاريخ وفي الواقع فيه سياسة صالحون نعم فيه سياسة مصلون فيه سياسة يقومون الليل نعم ولكن هو طبيعة طبيعة العمل السياسي فيه باطني فيه تقي يعني حتى واحد مر على قبر فكاتبين على شاهد القبر هنا دفن الرجل الصالح والسياسي البارع فقالت سبحان الله يدفنون رجلين في قبر واحد يعني ما تخيل لكن لأن السياسة فيها باطنية وفيها تقية وفيها مناورات وفيها ظاهر وباطن وفيها نوع من الخداع نعم لكن هذه هي طبيعتها لكن قد واحد يخفي عنك أشياء يقول لك هذه للمصلحة وقد يظهر أشياء يقول لك هذه للمصلحة نعم مثل الحرب الحرب خدعة الحرب خدعة نعم ففيه أشياء تمارس في السياسة يعني بعيدي عن خليني يقول ظاهر الاستقامة وظاهر الصلاح وظاهر كذا لكن هي عند السياسة مبررين أنه هذا هو أصول العمل والسياسة الذي يقول كل ما يريد هذا ليس بسياسة هذا يأتي بالضرر ويأتي بالدمار لبلادي صحيح هكذا هكذا هي هذا هذا هو العمل لكن أنا الذي أرى الفصل بينهما هو الممارسة الدعوية والممارسة السياسية الممارسة الدعوية والممارسة نعم يعني أنا لغوي ودقيق في تعبيراتي نعم لا أفصل بين الدين والسياسة لا أفصل بين الممارسة الدعوية والممارسة السياسية بمعنى الدعوة لها طبيعة والسياسة لها طبيعة نعم أنت حتى تصبح داعيا ناجحا يجب أن تكون نموذجا نشكل ألموذج في التقوى في الصلاح في الصدق في التأثير في الفهم في التفهيم في الشرح في التفسير يعني نموذج معين نعم نقص لكم كتاب مقدمات للنوض في العمل الدعوي كتاب كامل تكلمتم فيه يعني الدعوة وعن كذلك نعم لكن أظن ما طرقت هذه المسألة فيه نعم فلكن النموذج النموذج السياسي مختلف السياسة تحتاج إلى الرجل البارع إلى الرجل الذكي الرجل كما قلنا يخفي أشياء ويظهر أشياء ويناور وكذا فما يستقيم يعني بصير فيه لخبطة في أذهال الناس يعني أنا في الخطبة الأولى من الجمعة آمر الناس بالزهد وفي الخطبة الثانية أقول الله يزيكم الخير انتخبوا أخاكم فلانا ما تجتمع هذه مع هذه ولكن السياسي يجب أن تكون له خلفية شرعية وتكون له خلفية أخلاقية طبعا يعني متمسك بالأخلاق وبالقيم وبالنزاهة وهذه الأخلاق كلها من صلب الدين نعم أنا ذكر الموضوع الدعوة والسياسة هل هناك فرق بين الفقيه والسياسي كأنكم في كتابكم ميزتم بينهما طبعا المجال يعني الفقيه مجال الاجتهاد أمامه محدود لأنه محكوم بالنصوص الموجودة نعم محكوم بالأدلة حتى محكوم بالاجتهادات السابقة نعم يعني إذا كان هذا الفقيه حنفيا ما يستطيع هو يقول باجتهاد يخالف كل أقوال الأحناف وإلا لا يصبح حنفيا يصبح مجتهد مطلق نعم مجتهد مطلق نعم أيضا الأحكام الأمامه الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم الأحكام التكلفية الخمسة محدودة على حين أن مجال الاجتهاد مجال الاجتهاد أمام السياسة واسع جدا لأنه هو يقدر مصالح ومفاسد نعم يقدر مصالح ومفاسد وبالتالي ممكن القضية الواحد يكون فيها عدد من التحليلات عدد من الآراء عدد من الأحكام يتجاوز الخمسة والعشرة نعم وممكن يكون في مواقف آنية ومواقف بعد فترة يعني يصير فيه ففيه دائما فهم بين السياسة وبين الفقيه نعم الفقيه يريد من السياسة أن ينضبط بأحكام الشريعة كما ينضبط الفقيه والسياسة يريد من الفقيه أن يكون مرنا معه في الفتوى وفي الحكم وفي النظر وفي التحليل نعم وأعتقد أنه ينبغي أن يفهم كل واحد طبيعة عمل الثاني يعني لا الفقيه يطلب من السياسة أن يكون نسخة عنه ولا السياسة يطلب من الفقيه أن يكون نسخة عنه الظرف الذي يفكر فيه الفقيه والمعطيات التي أمامه والحدود التي تحد تفكيرها مختلفة عن الظرف وعن الحدود التي تحد حدود التي تحد السياسي نعم وبالتالي كل واحد منهم له مجاله له آليات عمله ولكن الشيء المطلوب أن يتفهم كل منهما وضعية الآخر وطبيعة وطبيعة عمل الآخر جميل سيدي ما رأيكم بحرص الإسلاميين على الوصول إلى سدة الحكم طبعا خلينا نقول أول شيء من ناحية أصولي وقانوني من حق كل مواطن أن ينافس للوصول إلى السلطة نعم حقه لأن السلطة دائما جذابة لماذا؟ لأنه في إمكانات هائلة حتى الصالحون يقول لك نحن عن طريق الحكومة نصلح أشياء كثيرة ما نستطيع أن نصلحها بالكلام ونسهل أمور الإصلاح والدعوة نعم وما هو حق الحكومة تملك إمكانات هائلة يعني قرار في التعليم ممكن يرتقي بالتعليم أحسن من خمسين كتاب صحيح حقيقي هذا نعم فمن حق كل مواطن وليس عيبا وليس عارا على الإنسان أن يسعى إلى أن يكون له موقع في النظام السياسي أو في الحكومة أو في شيء أو في مدلس شعب أو برلمان لا يحرج في هذا هذا ليس عارا هذا ليس عارا من حق كل الناس هذا حق يمنحهم إياه القانون نعم وتمنحهم إياه الشريعة أيضا نعم لكن في أحيانا بتصير في مشاكل أن بعض الإسلاميين يحرصون على الوصول إلى السلطة ولا يعرفون أن الناس أن هؤلاء الإسلاميين يحرصون على الوصول إلى السلطة من أجل تطبيق الشريعة من أجل إصلاح الأحوال الناس لا يفهمون هذا الناس من السهل جدا عليهم أن يقولوا هذا حريص على الوصول إلى السلطة حريص على النجاح في الانتخابات فقط لأنه عنده نهمة يعني عنده نهم نهم للتسلط ونهم للحكم وربما يتجاوز الأمر لأنه عن طريق السلطة يأتون بالمال وبالجاه وبالنفوذ فممكن الإسلامي فعلا يحرص على السلطة لنوايا ومقاصة صالحة ولكن هو في نظر الناس ما يكون كذلك وربما أيضا تختلط معهم الأمور يعني هو يريد أن يدعي أنه يريد الخير وتختلط نيته بوضوع حب الرئاسة والمال والسلطة والجاه هذه مخاطر نعم وناس كثيرون بدأوا التجارة لله والخير وبعدين صاروا تجار تحولوا إلى تجار أيضا الساسة هكذا الخطورة أين؟ نعم الخطورة أن تدخل المجال السياسي وحرصا على تطبيق الشريعة وما تمتلك الكفاءة والمهارش الكافية لما واحد يستلم وزارة نعم وهو ليس مؤهلا لها وما عنده خبرة ولكن هو يقول لك أنا أصلحها قدر ما أستطيع هو في هذه الحالة يلحق الضرر بنفسه يلحق الضرر بالدولة يلحق الضرر بالوزارة ويلحق الضرر بخلفيته الإسلامية أنه لك الشيخ الفلاني استلم وزارة التعليم أربع سنوات فازدادت سوءا نعم هذا بيكون صورة ذهنية سلبية عند الناس بحيث مرة ثانية لا يختاروا ولا يختاروا منهم على شاكلته صحيح فالهجوم على مسألة الحكم بالنوايا والمقاصد بدون استعداد بدون كفاءة بدون مهارة هذا في مخاطر إساءة للبلد إساءة للمنصب إساءة للشخص إساءة للإسلام أنه هذا رجل متدين أو شيخ أو كذا استلم الوزارة الفلانية وأفسدها بدل أن يوصلحها في مسائل الحكم قضية المهارة وقضية الكفاءة هي رقم واحد مثل التجارة لا في التجارة في الإدارة النجاح في الإدارة هل متعلق بالصواب أكثر ولا بالإخلاص؟ أكيد بالصواب بالصواب بينما في العبادات العبادة بدون الإخلاص مهما كان صواب وما لقيمي لأن لغير الله لذلك نحن نرى حكومات ناجحة مرضية لشعوبها تحقق مصالحهم وتدينها قليل أو ما عندها تدين ونرى إسلاميين استلموا الحكم في بلاد وعملوا دستور إسلامي وما عملوا من البلد يعني شيء مرضي أو نموذج أو في بعض دول حكمة فيها إسلاميون وهي في التقييم العالمي في الفساد مو صنفة من أكثر الدول فسادة إذن الهجوم الهجوم على الحكم والرغبة فيه والظن أننا من خلال الحكم سنقلب كل شيء ممكن إذا كنت تمتلك الكفاءة والمهارة الكافية والخبرة كثير من الإسلاميين ما عندهم خبرة في ممارسة الحكم ما أتيحت لهم الفرصة فلذلك أنا أرى أنه التدرج إذا كان واحد فعلا يأنس من نفسه ويريد أن يفيد قبل ما يصير وزير يصير أمين عام وزارة يصير نائب وزير يعني يصير وزير أما هو لم يمارس الأمر مطلقا يعني مثل ما واحد ما يعرف قود بسيكليت وبدل قود طائرة مباشرة هو ما يعرف شيء فالنسة تحتاج إلى استعداد وإلى مهارة وإلى خبرة وإلى أهلية هذا شيء شرعي كما قالت ابنة شعيب لأبيها يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين القوة هي الكفاءة والمهارة والخبرة صحيح سيديUDيني أليس الأولى بدل آن لا يظهر الإسلاميون أن يشغلوا بالأمر السياسي وتركوا إلى الأمر الدعوي يعني يمكنهم أن نشتغل بالأمر الدعوي بالإعلام بالتعليم بالمنظمات المجتمعية التي تمارس الدعوة مع الناس بدل أن يشغلوا بهذا أن يشغلوا بالسياسة أليس الأولى أن يشغلوا بهذا ويتركوا الدين يصل لأهل السياسة كما قال شيخ شعراوي رحمه الله يروى عنه وكان يقول أتمنى أن يصل الدين إلى أهل السياسة ولا يصل أهل الدين إلى السياسة بدنا نفرق بين السياسة وبين الحكم نعم إقصدنا الحكم واضح إذا كان واحد عضوا في برلمان هذا غير إذا كان وزير هذا المقام مقام تقنين وتشريع وممكن واحد يكون أنتم سيدي تميزون بين السياسي وبين رجل الحكم يعني ممكن واحد يشتغل في السياسة يكون دوره هو تحليل سياسي يحليل أو ممكن هو ينشر توعي سياسي ولكن هو ليس في جزءا من نظام الحكم الخطورة هي أن تكون جزءا من نظام الحكم يعني هذه المقولة هي رمزية أكثر ما تكون واقعية طيب لماذا لا نوصل الدين إلى أهل السياسة وأهل السياسة أيضا يكونوا جزء من نظام الحكم أهل الدين يكونوا جزء من نظام الحكم لكن ما يكونون جزء من نظام الحكم لأنهم أهل دين فقط لأنهم أهل دين وأيضا أهل كفاءة ومهارة وخبرة في إدارة الشأن العام فهذا الكلام يعني ما يصح على إطلاقه لا يصح على إطلاقه سيدي لو انتقلنا إلى محور جديد وموضوع الخلافة هي جوهر أم مضمون ماذا تقصدون بعنوانكم الخلافة الشكل أم المضمون هل هناك فرق بين الشكل والمضمون يعني أول شيء اسم الخلافة الذي يحرص عليه بعض الناس والذي تراق الآن من أجله الدماء أن روحنا فدى الخلافة أول من ألغى اسم خلافة هم الصحابة رضوان الله عليهم الصحابة ألغوا الخلافة اسم خلافة يعني أبو بكر رضي الله عنه كان يقول له يا خليفة رسول الله لما تولى عمر رضي الله عنه صار يقول يا خليفة خليفة رسول الله هذه كثرة الإضافات مزعجة فقالوا هاي طويلي فبحثوا عن اسم لأميرهم فقال واحد نحن المؤمنون وأنت أميرنا فإذا أنت أمير المؤمنين فهم يعني الصحابة رضوان الله عليهم لما غيروا من لقب خليفة رسول الله إلى لقب أمير المؤمنين ما وجدوا حرجان في الأمر لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الحكم هو جوهر وليس مظاهر وليس أسماء الآن سمي أي حاكم سمي ملك سمي رئيس سمي أمير سمي سلطان سمي مستشار سمي مدير سمي نائب عن الشعب سمي أمير المؤمنين ما في فرق بين هذه من الناحي الشرعي ما في أي قيمة إضافية لأي اسم من هذه الأسماء يعني إذا واحد سميناه خليفة المسلمين وهو فاجر ماذا ينفعه هذا الاسم؟ هذا لا ينفعه بشيء المهم المهم هو هو الجوهر مثلا الخليفة تمت مبايعتها بطريقة الدولة محدودة الأمور بسيطة الناس ما كانوا يعرفوا شيء عن الانتخابات ما في آليات للانتخابات اجتمع عشرون من وجهاء الناس وبايعوا فلانا على الخلافة ووافقهم باقي الناس وردوا بهذا وسروا بهذا صار خليفي هل المفروض أنه إذا ما صار في صيغة بيعة معناها ما بصير خلافة؟ الانتخابات ممكن تقوم مقام البيعة لأنه المهم ليس أن أضع يدي بيد فلان وأقول له بايعتك على كذا وكذا ليس هذا هذا شكل وليس هذا المضمون المهم أن فلان ما صار خليفة أو صار حاكما أو رئيسا إلا برضى الأكثرية هذا المهم هذا الجوهر هذا الجوهر والبيعة والانتخابات كذا كل واحد كل واحد هو المهم التعبير بالعكس يعني عشرون واحد يبايعون ولا مئة ولا يبايع شعب بأكمله أو معظم الشعب طبعا معظم الشعب لأنه هذا يعبر يعبر عن قاعدة عريضة جدا من الناس وهو كما قلنا ونقول ما دام هو يتصرف باسم الشعب ونيابة عنه فالمفروض يكون باختيار الناس صحيح والناس يختارون ما يرون فيه الأصلح الأصلح لهم وقد يخطئون في هذا الاختيار صحيح يخطئون مرة يصيبون بعد ذلك يتعلمون من أخطائهم لكن ما في جهة أخرى تقول للناس أنتم أخطأتم وأنا سأختار لكم يعني هذا اغتصاب للسلطة صحيح سيدي ألا يمكن الجمع بين يعني الشكل والمضمون من خلال تسمية تسمية خلافة لها وقعها عند المسلمين يعني يوجد حديث عن نبي عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة أسمع منكم الجواب إن شاء الله بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حول العلاقة بين السياسة والدين فضيلة الدكتور ما المانع من الجمع بين الجوهر والمضمون بين الشكل والمضمون يعني نقول خلافة ولها وقعها في نفوس المسلمين بناء على حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة طبعا من حيث المبدأ ما في مشكل يعني البلد البلد ما هو مرتجل النظام الحكم في البلد هو النظام بدي يتوافق عليه الناس والله هذا نظام رئاسي النظام برلماني الرئيس أو رأس السلطة ماذا يسمى خليفة ولا أمير ولا ملك حسب ما يتفق عليه الناس الدستور بينظم هذا الموضوع الدستور ينظم هذا الموضوع فإن يعني الدستور انتهى أنه أخي نحن بدنا نسمي خليفة المسلمين من حيث المبدأ ما في مانع ولكن خليفة المسلمين أو الخليفة بده يكون خليفة على كل المسلمين وإلا كم خليفة بصير عندنا خمسين خليفة مثلا الناس لما ضعفت الدولة العباسية أمراء كثر كانوا يتصرفون باستقلال ولكن ما كانوا يستطيعوا يسموا أنفسهم خلفاء لأنه ما يصير يكون للمسلمين أكثر من خليفة فالمسألة أيضا أنه والله بكل بلد يصير هنا خليفة وهنا خليفة وهنا خليفة فما بالصح هذا الأمر يكون وبالتالي نحن نطمع أن تتوحد إن شاء الله الأمة يوما ما ويصر لرئيس واحد لكن هذا أمر بعيد المنال وبعيد بعيد جدا في زماننا في هذا لماذا لا تسمحوا لنا حتى بالحلم بهذا الموضوع؟ دائما أنتم أنت أحلم أنك تصير خليفة على العالم في أحد المشكلة؟ أحلم لكن أنا أخشى دائما من شيء وهو أننا من خلال عدم فهمنا للواقع نضيع الممكن في طلب المستحيل يعني الآن توحد المسلمين في توحد اقتصادي في توحد سياسي في توحد ثقافي في توحد تعليمي في توحد يعني في أشكال من التوحد والتقارب ممكنة أنا في نظري أنه آخر الوحدة السياسية فلا نضيع أشكال التقارب والتنسيق الممكنة لأنه نحن ننتظر الشيء الذي ممكن ما يتم بمئة سنة أو مئتي سنة هذه هي المشكلة لما أنت تبتعد في أحلامك عن الواقع هذه هي المشكلة ففي الأساس أنه النظام الحكم أو الدستور بيقول أنه رأس الدولة ماذا يسمى؟ هذا يرجع للدستور إذا توافق الناس على شيء ما فيه مانع لكن اللي معروف أنه منقول خليفة للمسلمين يعني خليفة لجميع المسلمين كيف يصبح خليفة لجميع المسلمين وهو لا يحكم عمليا إلا ثلاث ملايين أو خمس ملايين أو مئة ألف يعني كيف يصبح خليفة لكل المسلمين نعم بناء على ماذا؟ بعض ضيوف البردامج يعني في الجزء الأول ذكر يعني عبارة جميلة نسعى يمكن أن نسعى لها وهي الولايات المتحدة الإسلامية نعم هذا شيء عظيم إذا تم لأن الأوربيين حتى وصلوا إلى هذه الصيغة من الاتحاد الأوربي بتعرف هذا كم أخذ التفاوض؟ ستين سنة ستون سنة من التفاوض حتى وصلوا إلى هذه الصيغة التي تراها الآن وهو هي صيغة الآن مهددة لما صارت عصفة الأزمة في اليونان لو لم يوجد بلد مثل ألمانيا حمل العبء عن أسبانيا أو عن اليونان وغيرها كان ممكن الاتحاد الأوربي كله يتفسق موشي مضمون أنه بس اتحدوا الناس خلاص بيمشوا الأمر لا الوضع عقد من هذا بكثير يعني خاصة في هذا الزمان نعم ما رأيكم بخلافة البغدادي فضيل الدكتور؟ أولا لا يجوز تسميتها خلافي الخليفة هو من يختاره الناس ويقول عنه الناس إنه خليفة فمن الذي اختاره؟ أهل الحل والعقد من هم أهل الحل والعقد؟ جماعة البغدادي خلاص أنا بكرة بعمل خليفة أنا آتي بمئة أنا عندي محبين كثور آتي بمئة واحد من المحبين أو ألف واحد إذا بتريد ألفين إذا بتريد وأقول لهم أخي أنا خليفة تخبوني وأنتوا أهل الحل والعقد بتنوبوا عن المسلمين هي المسألة لعبي وهؤلاء الذين انتخبوا طيب أين هو الخليفة؟ مين شاف الخليفة؟ مين اجتمع مع الخليفة؟ في خليفة متخبة؟ من الذي انتخب الخليفة؟ من الذي انتخب؟ كيف خليفة بيدير أمور الدولة ولا أحد يراه؟ من الذي انتخبه؟ المنتخب مجهول والمنتخبون مجهولون وكل أسماء طيب ما هو اسمه ما اسمه الحقيقي لخليفتكم 99.99 من الناس ما بيعرفه معقولي خليفي على المسلمين ما بيعرفه اسمه يا أخي ما بدنا نشوفه ما نعرف اسمه ما نعرف سيرته ما نعرف ومن الذي يختاره هو بيصير أمير على من اختاره اختاره عشر تالاف هو أمير على عشر تالاف بس بأي وجه تقول أنت أنت خليفة للمسلمين بأي 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 اعتبار مسلمون لم يختاروا فكيف تصبح خليفة عليهم هذا اغتصاب للسلطة هذا اغتصاب للإرادة الشعبية وهذا أنا أقول من أكبر الآثام يعني إذا الواحد سرق نعم إذا واحد سرق عشر الدراهم تقطع يده نعم طب إذا واحد اغتصاب إرادة أمة وقال أنا سأتصرف عنكم كما أشاء وأنتو سكتو هذا اغتصاب صحيح هذا اغتصاب لإرادة الأمة وهذا الاغتصاب يترتب عليه من الشرور شيء هائل طب لو واحد اخرجك من دارك وجلس في الدار وقال لك أنا صاحب الدار هذا ما عمله أليس فيه إثم كبير طب إذا ما اغتصاب بلد ماذا يكون الأمر هذا من يعني من أكبر الشرور والآثام عند الله عز وجل فيه ظلم فيه ظلم صحيم يعني ربما يقولون أنت مجلستم وليلة متغلب عبر العصور لماذا عندنا غصصتهم لأن أمريكا الآن تقف يا سيدي المتغلب هو متغلب على ماذا هو متغلب على ماذا هو متغلب على عالم الإسلامي هو ما متغلب على عالم الإسلامي هو متغلب على رقع من الأرض على المكان موجود فيه هو متغلب على رقع من الأرض يعني كما يقولون باقي وتتمدد ستتمدد قليلاً قليلاً يا سيد هي عم تنحسل الآن صفقات مع النظام عم يسلموا ياها للنظام هم أصلاً الأرض التي تحت أيديهم أخذوها بالاتفاق مع القوى الكبرى وسيسلمونها للقوى الكبرى والأيام بيننا أمس ما سلموا منطقة الضمير قبلها ما سلموا تدمور مناطق كثيرة في حلب الشمال انسحبوا منها هم سيسلمونها هي عندهم ودائع ودائع ولا نريد أن نصفيد في هذا الأمر فهوين تتمدد؟ تتمدد وين؟ يا فضيل الدكتور أنتم دائماً تنادون بالحكم الرشيد ماذا تقصدون بهذا؟ أخي قال حكم الرشيد يشكل جوهر الحكم الإسلامي أنا في نظري حكم الرشيد يقوم على عدد من المبادئ هو نفس كل مبادئ إسلامية يعني أول شيء طبعاً بداية الحكم الرشيد بداية الدولة الرشيدة أن يكون حكامها ورجالها الذين يحكمون فيها أن يكونوا مختارين من الناس لأنه حتى يكون لهم شرعية يعني قبل أن تحكم بالشريعة ينبغي أن تكون لك شرعية لذلك قالوا الشرعية قبل الشريعة قبل ما تحكم بالشريعة كون لك شرعية الشرعية تستمدها من اختيار الناس لك الأمر الثاني من مبادئ الحكم الرشيد هي الشورى ولذلك البرلمان ولا مجلس الشعب هو مجلس الشورى الحقيقة هو اللي بيطبخ القرارات هو اللي بيراقب الدولة يعني حكم رشيد ليس فيه مجلس الشورى أو ليس فيه برلمان أو مجلس شعب لا يمكن أن يكون رشيداً لأنه معنى ذلك سلمت مقاليد الأمور لسلطة تنفيذية ليس هناك لا من يحاسبها ولا يراقبها ولا من يأخذ على يدها ولا من فإذا الحكم الرشيد أول شيء هو حكم مشروع تم اختياره من قبل الناس ثاني شيء هو يعمل بالشورى وكما قال أحد الصحابة ما رأيت أكثر مشاورة لأصحابه من النبي عليه الصلاة والسلام فكان يستشير أصحابه في الشأن العام وأحياناً كان يستشيرهم في الشأن الخاص في حادث الإفك تعرفون في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بلغني عن أهلي وكذا وكذا كيت وكيت فماذا ترونه وكل واحد من الصحابة بعضهم أشار عليه بشيء وصل الأمر أن يشاورهم في أمره وشأنه الشخصية عليه الصلاة والسلام فإذن أيضاً الحكم الرشيد يقوم على الشورى الحكم الرشيد يقوم على اختيار الأكفاء بقطع النظر عن أنه هذا ابن فلان وهذا عم فلان وهذا له تاريخ كذا يختار الكفأ لمهارته وكفاءته وخبرته الحكم الرشيد يقوم أيضاً على اختيار أهل النزاهة لأن الفساد المالي والإداري ينخر في معظم الحكومات في العالم لا تكاد تجد بلد ما فيه فساد لكن نسب الفساد تختلف ففي البلدان المستبدة الفساد أحرق الأخضر واليابس وبالتالي الحكم الرشيد هو أقرب إلى النزاهة ويحارب الفساد يعني عنده مناهج عنده أدوات عنده هيئات عنده دوائر لمكافحة الفساد مكافحة الفساد والشفافي وتدفق المعلومات يعني الناس يعرفون كيف تشتغل الدولة في قانون في أمريكا قديم قديم جداً أنه من حق كل مواطن أمريكي أن يطلع على محضر اجتماعات البيت الأبيض كان قديماً قبل الإيميل يدفع دولار يدفع دولار ويرسل له في البريد من حقه أنت وكيل عني عم تدير أملاكي أو جزء من أملاكي أو من حقي أعرف أن هذا الوكيل كيف يصرف هل عمي أنا وكلتك تؤجر هذا المكان أليس من حقي أن أعرف أنه أنت بكم تؤجره هل تؤجره بسعر المثل ولا أغلى ولا أقل هل هذا المستأجر يحافظ على البناء ولا يتلفه ألست من حقي هذا أنا وكلتك من حقي هذا أن أطلع ومن حقي أن أعزلك أيضاً ولذلك الحكم النزيح الحكم الرشيد يقوم أيضاً على الشفافية يقوم على النزاهة يقوم على تدفق المعلومات بمعنى أن الناس يطلعون ما لم يوصف شيء بأنه سري لأنه يمس الأمن القومي للبلد وهذا بشكل واحد في المئة أما تسعة وتسعين في المئة الناس يطلعون عليها يطلعوا على الخطط التربوية الخطط الاجتماعية الخطط الاقتصادية على العلاقات الدولية التي تربط كل هذا من حق الناس يطلعوا حتى أيضاً الناس إن كانت الدولة على صواب يساندونها إن كانت على خطأ فأيضاً يضغطون عليها حتى ترجع إلى الصواب الحكم الرشيد يقوم على عدم استغلال السلطة بمعنى لا يصح للحاكم أن يستغل منصبه لتولية أقربائه لا يصح أن يستغل منصبه ليمتلك ما ليس يعني ما بصح ياخد ميزي ميزي عن طريق الحكم أنه والله أنا استطاع أتوقع العقد مع كذا لأن أبي في الحكم وأبي كلم كذا قال أعطوا فلان هذا العقد هذا فساد هذا فساد الحكم الرشيد يبتعد عن هذه الأشياء الآن الحكم الرشيد في كل مفرداته أستطيع أن أقول في كل مفرداته هو مطابق تماماً للشريعة ولذلك أنا أقول في المراحل الانتقالية الآن مثل سوريا مثلاً طالبوا بالحكم الرشيد قبل ما طالب بتطبيق الشريعة طالب أنه أنت لأنه نحن من خمسين سنة وهذا النظام المجرم مانع التداول على السلطة يعني كل هذا الذي تراه من مجلس شعب ومجلس وزراء كل هؤلاء لا قيمة لهم القيمة هي للبسطار العسكري قيمة هي للمخابرات والباقي هؤلاء أشكال لا يحلون ولا يربطون هياكل تكميل الشكل فقط ليس أكثر تماماً فنحن الآن إذا صار عندنا حرية صار عندنا تداول على السلطة صار عندنا انتخابات نزيهة هذه المرحلة الأولى استطعنا نعمل دستور فعلاً وافق عليه الناس هذا عمل عظيم هذه بدايات عظيمة إذا استطعنا إنجازها خلال أربع سنوات خلال خمس سنوات وبالتدريج وبالتدريج تتم أسلمت الدولة وأسلمت المجتمع وفق أيضاً وأرد أعود فأقول وفق العقد الاجتماعي اللي بين الدولة وبين الناس اللي هو الدستور العقد الدستور هو العقد الذي بيننا والذي يريد دفع المجتمع في اتجاه معين عليه أن يحدث تغييراً في الدستور بموافقة الناس والله تعالى لا يكلفك بأكثر من هذا لأن البديل عن تغيير الدستور وتطوير الدستور كأساس لتطوير نظام الحكم وتغيير الحياة العامة البديل لهذا هو اغتصاب السلطة صحيح وهو إكراه الناس والدين والقيم والمبادئ هذه كلها لا تقبل الإكراه واغتصاب السلطة هو جريمة بما تعنيه الكريمة نعم سيدي هذا يعني ينطبق هذا الكلام الرائع طبعاً يعني ليته يتحقق يعني الحكم الرشيد ينطبق في مكان نحن أحرار أحرار بإرادتنا لكن صراحة الدول من الداخل يوجد ضغوط من الدول الإقليمية ضغوط من الدول حتى المجتمع الدولي لا يسمح لنا بهذا لا يكلف الله نفساً إلا وسعى أنا أقول في فرق بين أن تسلك الطريق الخاطئ وتصل لأنك إذا وصلت ستسأل إلى المكان الخطأ نعم وفرق بين أن تسلك الطريق الصحيح ولكن تمشي فيه ببطء وتجد أمامك عقبات نعم نحن مهمتنا أن نمشي في الطريق الصحيح نعم الطريق الصحيح هو أن الدولة يكون لها شرعية نعم شرعية الدولة تكتسبها من رضى الناس بها نعم طبعاً نقصد بالناس معظم الناس نعم ولو 51% نعم فإذا سلكت هذا الطريق نعم فأنت بدأت بالحكم الرشيد وبدأت عملياً بتطبيق الشريعة نعم لأن تولي الحاكم برضى الناس هذا من تطبيق الشريعة صحيح بل هذا قبل تطبيق الشريعة دائماً نقول الشرعية قبل تطبيق الشريعة نعم هذا الذي يريد تطبيق الشريعة على الناس يجب أن يكون له شرعية بمعنى أن الناس راضون به نعم فإذا لم يكونوا راضين به فهو نفسه غير موجود ليس له شرعية فكيف يطبق الشرعية ما يفقد الشرعية أصلاً لا يمكن أن يطبق الشريعة ما يفقد الشرعية في عقبات في مشكلات في تدخلات لكن الله جل وعلا لا يكلفنا فوق ما نطيق ولا يكلفنا ما لا نستطيع أنا أعرف أنه طريق طويل وطريق مر وصعب صحيح لكن علينا أن نصبر على الحق ونصبر على طريق الحق نعم وفي فرق كبير بين من يسلق طريق الباطل ويصل وبين من يسلق طريق الحق ويتعثر لأن الذي يسلق طريق الباطل هذا طريق يوصله إلى جهنم بينما طريق الحق يوصلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ويوصلك إلى الخير ويوصلك إلى التمكين التمكين في الدنيا فالتأكد من سلامة الطريق هذا شيء أساسي وجوهري صحيح أشكركم فضي الدكتور على تحت هذه الفرصة وعلى ساعة صدركم وهكذا فالسياسة هي فن ممكن وهي فن إدارة الشأن العام وهي فن الموازنة بين المصالح والمفاسد وهي أيضا فن تكثير الأصدقاء وتقليل الأعداء وهذا على مستوى العالم وليس خاصا بنا أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة